الحفلات الموسيقية الشبابية التي فيها دي جي وموسيقى إلكترونية متشابهة في كل أنحاء أوروبا ربما تختلف قليلا في أمريكا اللاتينية بسبب نوع الرقص السامبا والصالصة لكن سأعرض عليكم فيديو أنتم عليكم أن تحذروا أين هي هذه الحفلة لا تقلقوا سأعطيكم احتمالات جاهزون للاحتمالات؟ هل هذا الحفل في ميامي بيتش؟ كوبا كابانا بيتش؟ أو أمستردام؟ أم أنه في لاس أنجلس؟ طبعا أنا أقوم بتضليلكم لأن هذا الحفل كان في عمان في الأردن وعنوانه قلق بالنسبة لهذا الحفل تعاون مطعم أتلال السبعة مع شركة للحفلات في عمان لإقامة مهرجان للشباب لذين أعمارهم بين 18 و28 سنة وأطفال المدارس أيضا كان من المفترض أن تتضمن المهرجانات فقرات ألعاب فيديو وشخصيات من المسلسلات الكرتونية عروض مسرحية دي جي وفقرة على شاكلة مهرجان الألوان لكن فقرة الدي جي المحبة لدى الكثيرين تسحم فيها أعداد كبيرة على المسرح تخلى لها بعض الرقصات للشباب والبنات التي شاهدتموها للتو في الفيديو السابق غضب مستخدمو تويتر الأردنيون وغردوا من تغريداتهم ليما أن نابلسي تقول هو الواحد يحكي عن الأهل اللي صاروا متكاسلين رب ولادهم وينتبوا عليهم ولا على الأمن اللي يتفرجوا على كل هالمصائب وساكتين ولا عن منظمي الحفل اللي همهم المصاري بس التغريدة من سلام يقول اللي اسمعته بخوف جدا أنه لهون وصل الانحطاط صار علني ومنظم بالآخر بيجي حدا بيقول لك لا تهاجر لأن المجتمعات برا عندهم من حلال أخلاقي أحمد حسن الزعبي يقول هذه هي تغريدة أحمد حسن الزعبي حفلة قلق ما هي إلا نموذج يسير من حفلات القلق السياسي العام ودكتور عامر النظامي مؤامرة خارجية يعني المحترم اللي وقع على تصريح حفل قلق ما استغرب هالاسم الغريب ولم يخطر بباله كتابتي بالانجليزي على الانترنت لأنه مصطلح مش عربي بعد الحفل وردود الفعل قالت وكالة بيترا الرسمية أو عزوزين الداخلية سمير المبيضين إلى محافظة العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على الحفل أيضا الذي أقيم في أحد المطاعم يوم الجمعة الماضي وذلك لمخالفته مضمون الطلب المقدم للمحافظ بهذا الشأن ما هو مضمون الطلب؟ هذا هو مضمون الطلب مرافقة وصلاة غنائية موسيقية بدون تقديم أي مشروبات روحية حيث أن المهرجان عائلي ولمختلف الفئات العمرية حسب الإعلام المحلي تم توقيف اثنين من منظمي الحفل واثنين من أصحاب المطعم وأغلقت وزارة السياحة مطعم الطلال السبعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر